في الحقيقة انا بحبه قوي وكل يوم بحبه اكتر من اليوم اللي قابليه بل كل لحظة بحس ان انا بحبه اكتر من اللحظة اللي قابليها المشكلة ان انا حاس ان انا باهتم بيه قوي وخايف ان يجي يوم ويزهق مني لان فيه ناس كتير بتقول ان كسرت الاهتمام او البناء ادم او الانسان عن متى لو تعود على حاجة بعد فترة بيزهق منها الفكرة ان هو كمان بيحبني وبيهتم بيه بس دايما المقولة دي مقلقاني ومخوفاني ومخليه طعم السعادة بتاعتي ناقص ايه اللي انا ممكن اعمله السؤال ده بالزبط كده بنفس الطريقة بنفس الكلام تسألني من بنت من يومين تقريبا بتقول لي اعمل ايه انصحوني تعالوا كده مع بعض نقول لها ايه اللي انا ممكن تعمله اهلا بكم برحب اجمل ناس واجمل عائلة في الدنيا سريعا وكمان بقول لجيديد برضو عرفنا بنفسه عشان نرحب به واللي مش تركش في القناة ياريت اشترك في قناتنا محمد ابو زيد ده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك اللينك ده متسبت في اول تعليق ووصف الفيديو فعلا الاهتمام ممكن يخلي الطرف الاخر يزهى منك وممكن كمان يكون سبب ان انت تنهي العلاقة او ان هو ينهي العلاقة بس انواع معينة من الاهتمام زي ان انت تكون ما بتراعيش ظروف الطرف اللي هو انت مرتبط به يعني يعني انت عارف ان هو عنده شغلة عنده دراسة ما هواش فاضي في الوقت ده عايزه يكلمك في الوقت ده يرد عليك في الوقت ده عايزه يخرج معاك في الوقت ده عايزه يقعد معاك في الوقت ده عايزه يقعد معاك في الوقت ده عايزه يقابلك في الوقت ده طب هو هيعمله يحط نفسك مكانه هيضحي بمستقبله الدراسي أو المهني مثلا أو حتى الاجتماعي عشان خطرك المشكلة أن في بعض الناس عايزة كن فيكون يعني أنا الطرف اللي أنا مرتبط بيه مثلا أو اللي أنا مرتبط بيه بكرة مثلا هو مش فاضي أقول له بقولك إيه أنا عايزك تقعد معي بكرة أو أنا عايزة أقعد معك بكرة أو أنا عايزة قابلك بكرة طب هو جاء ما فاداش بكرة خلاص بقى نتقمس ونزعل ونفضل زعلان ونكبر الدور فندخله في دراما أنت كده يعني بتحمله فقطاته بتحمله أكتر من اللي هو ممكن يقدر أنه يعمله لك في ناس كده في ناس على أقل كلمة وأقل غلطة تبدأ تقول للطرف التاني أنا باهتم بك وإنت مش بتهتم بي أنت ما بتقدرنيش فاهمين يا جماعة النغمة دي بتخنق منك الطرف الآخر هو هيعمل إيه هو في دراس أو في شغل وغصبت عنه مش عايز حبل أفكاره يطقطع أو مش عايز أنه يفقد تركيزه في الحاجة المهمة اللي بيعملها دي أنت بقى استحكمت أن أنت عايز تكلمه ويرض عليك وترغي معاه بالساعات في الوقت ده بقى يعمل في ناس كده على فكرة في نمازج كده فعلاً الشخص لما بيتعود على حاجة ممكن يزهق منها بس ممكن برضه في نفس الوقت يدمنها صح وإن أنا بتكلم غلط يعني الشخص لو يتعود على حاجة ممكن يزهق منها وممكن يدمنها ليه ما بناخدش الجانب الإيجابي من الشيء ليه دايماً بنبص للجانب السلبي طيب إنت إزاي أو إنت إزاي تخليه يدمنك حاجات بسيطة قوي أسلي في ناس فكرة أن الاهتمام إن أنا أسأل عليه باستمرار وإن أنا أكلمه 24 ساعة في ناس شايفة أنه هو ده الاهتمام لا الاهتمام حاجات تانية يعني إحنا قلناها في حلقات بس خلينا نجيزها سريعاً كده اللي ناسي أو اللي ما كانش معانا يعني الاهتمام إن أنت لما تغلط تعترب بغلطك على فكرة إن أنت تسأل على الشخص ده لما يكون محتاجك لما يكون عايزك وإنت تقدر إن أنت تساعده حتى ساعده لو شفاهية لو ما تقدرش إن أنت تعمل أكتر من كده يحس إن أنت واقف جنبه إن أنت موجود معاه في الحلو والوحش الاهتمام إن أنت تحسس إن الطرف الآخر اللي قدامك ده ما فيش في حياته غيره مش تقضيها مقارنات وأنا حذرت كتير قبل كده من موضوع المقارنات ده إن أنت تقعد حتى تقارن بين علاقتك اللي قبل كده قلت تلك إن أنت ممكن تكون مش واخد بالك بس دي حاجة مش حلوة دي حاجة ممكن تخليك تفشل بالعلاقة اللي أنت فيها الاهتمام أنواع وأشكال كتير قوي أعمل اللي إحنا بنقولك علي ده الاهتمام يعني أنت تراعي ظروفه وتقدرها يعني أنت عارف إنه هو في الوقت ده مش هينفع إنه هو يكلمك ما تعملش دراما لما مايرضش عليك ما تعملش زعلة وتطعمس وتقول أنا هعمله بالمثل وإنت عارف إنه مش بييده إنت عارف إنه لو بييده كان هيكلمك كان هيخرج معاك كان هيقعد معاك ما تروحش مثلا أنت عارف إنه ظروف ولا تسمح وتطلم منه مثلا حاجة كبيرة أكبر من إمكانياته ما يقدرش النوة يعملها لك وتمشي بمبدأ أسل اللي بيحب بيعمل أي حاجة وكلام الأفلام اللي لما بيأكلش عيش ده كل ده نوع من أنواع التأدير ما هو أنت لو بتحب حد هتقدره التأدير ده نوع يعني في حد ذاته من أنواع الاهتمام الاهتمام كمان إن أنا مغيبش من غير أي مبررات وفجأة كده وارجع من غير أي مبررات كل ده حاجات إحنا حذرنا منها قبل كده ما بقاش عارف إنه محتاج إنه بيرن علي في الوقت ده وأنا برغي مع صحبي أو صحبتي أو أي أن كان وأقول له خليك أنت دلوقتي معناش فضيلك لا فيه أولويات المفروض الشخص اللي أنت مرتبط به هو أهم شخص في حياتك ولازم الإحاق ده يوصل له هو ده الاهتمام إن أنت تراعي ظروف اللي قدامك وتتعامل معه بناء عليها تختاري الأسلوب الصح للتعامل مع الشخص اللي أنت مرتبط به مش اهتمام وخلاص إن أنت تتكلم تتكلم على الفاضي والمليان وعايز 24 ساعة وفكرك أن أنت كده خلاص مهتم بي لا كل الحاجات ده لو أنت بتراعيها هيحبك وهيتعلق بيك وهيدمنك عارفين الأفيونة كده هتصبح أنت بالنسبة له زيها يوم النوم عايزك قبل ما ينام عايزك في نص اليوم مشغول بيه وهو بيعمل أي حاجة باله معاك عايز يخلص اللي وراء أوام عشان يجي قبلك أو يسمع صوتك أو يكلمك أصبحت أنت بالنسبة له كالإدمان أدمنك مزهقش منك هي حاجة بسيطة بس نعرف أن احنا نختار الأسلوب اللي احنا نتعامل به مع الطرف الأخ إزاي نختاره إحنا بنعمل حلقات توعية كتير الحلقات دي كلها يعتبر كده مكملة لبعضها كلها في خيط سلسلة مكملة لبعضها خد منها النصيحة اللي تقدر تعمله أو اللي تقدر تعمليه اعمليه الإنسان بطبعه محتاج اللي كل شوية يذكره كل شوية يقوله يوجهه ينبهه كونك أن أنت بتسمع حلقات توعية زي دي باستمرار تأكد أن أنت يعني تدريجياً هيبدأ أن أنت عندك الملكة اللي تقدر أن أنت تتعلم بها الأشياء الصحيح على أن احنا في الحلقات دي مش بنجيب كلام وخلاص أحنا بنقول لك كلام بناء على درسات وبناء على أبحاث حيث اتعملت على ملايين من البشر وسنوات كتير عقود من السنوات عشان يقدروا أنهما يتأكدوا أن الحاجة دي بتأثر في النفس البشرية نعملها والحاجة دي ما تعملهاش لأنها لها تأثير وحش وقيس على كده بقى كل العلوم مش بس علم النفس عما تنيا ولكن احنا بنتكلم في مجالنا اللي احنا بنتكلم فيه كل ما الإنسان كان بيتعلم أكتر وعنده معرفة أكتر كل ما كان قادر أنه هو يتعامل في الحياة ومع الآخرين ويفهمهم ويقدر يكسبهم ويطور من حياته ما فيش إنسان غشيم أو غبي بيبقى محبوب أو بيوصل لقمة المجد إطلاقاً ما فيش حاجة اسمها كده ولو وصل بمحدث صدفة زي ما احنا بنقول بيبقى سقوطه سريع بيبقى نزوله سريع لأنه بيبقى حد تاني هو السبب في وصوله كل الحاجات دي يا جماعة لازم ما تكونش غايبة عننا العلاقات العاطفية أنا دايماً بقول من أهم الأركام في الحياة لأنه ما فيش حداً لما هيتعرض لها كبير صغير أي حد لازم هيمر بيها والعلاقة العاطفية لو أنت سعيد فيها صدقني هتبقى مبتسم وعايز تاخد الدنيا كلها في حضنة والناس كلها تحسدها ولو كل حاجة عندك تمام وعلاقتك العاطفية بيضة هتبقى مبتائب وحزين وكل اللي يشوفك تبقى في حالة يعني زي ما احنا بنقول لا تحسد عليها أتمنى أن أنت تكتبوا رأيكم في الحلقة دي أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها وتابعوني على الانستجرام وصفيتنا على الفيسبوك كل رابط دي كلها متصبتها في أول تعليق ووصف الفيديو وأعتوحشوني اشتركوا في القناة